بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 8 بارت 11 ساستيند لود ديفليكشنز بنتكلم على الساستيند لود ديفليكشن يعني الديفليكشن على اللونج تيرم لاننا عارفنا فيه حاجة اسمها الاميديا ديفليكشنز ديمو مجرد ما بتحط الحملة على المنبر اللي عندك بيحصل ديفليكشن ولكن فيه ديفليكشن بتحصل معه الطايم فبنقول ان مثلا الكريب ده causes an increase in concrete strain يبقى بالتالي بيخلي الكيرفيتشار بيزيد يبقى موضوع الكريب اللي هو زيادة التشكل مع ثبات الحمل مع مرور الزمن ده تعريف الكريب يبقى الاسترين الناتج عن الكريب بيزود الكيرفيتشار اللي ممكن يحصل فيه المنبر اللي عنده طب لو فيه كومبريشن ستيل عندي في المنبر يعني انا عندي تينشن ستيل وعندي كومبريشن ستيل الكومبريشن ستيل دوت بيعمل ايه؟ الكومبريشن سترينز بتزيد في الحالة ديت بتزود الاسترس اللي موجود فيه الكومبريشن رينفورسمينت وبالتالي ريديوسز اللي كريب سترينز in concrete يبقى دي الفايدة بتاعة الكومبريشن ستيل طيب السستيند لوت ديفليكشن بيسوي ايه؟ الدلتا اي اللي هو ديفليكشن انستانتينيوس مضروف في معامل اللي هو لندن طب لندن بتساوي ايه؟ بتساوي اكس اي على واحد بلاس خمسين في رو داش الرو داش اللي هي نسبة التسليح بتاع الكومبريشن ستيل دي بتساوي الاريا ستيل داش مقسومة على البي في الدي اللي هي الديمينشن بتاعة القطاع اذا انت لو تقدر تحسب الاميديا ديفليكشن وتقدر تحسب اللندن يبقى حسبت السستيند لوت ديفليكشن طب اكس اي ديت time dependent factor بيعتمد على الطايم فبنقول في حالة لو انا بشغال على طايم 5 years يبقى المعامل ده بيسوي اتنين اتناشر months يبقى واحد point four six months is one point two three months is بيسوي one الكلام ده according to the ACI code يبقى دي القيم بتاع المعامل اللي عندي اللي هو اكس اي اللي هو بيعتمد على الطايم بالنسبة للدلتا توتال بتساوي الدلتا بتاعة او الديفليكشن بتاعة dead load اللي هو instantaneous plus delta life load instantaneous plus delta load على long term plus delta نتيجة ويبقى الدلتا توتال after attachment of non-structural component بتساوي دلتا توتال minus delta dead load instantaneous the appropriate value of IC must be used to calculate delta at each load stage لان احنا قلنا الاي ممكن تبقى لها الاي gross او الاي جي تي او الاي اكراكن بنقول الدلتا نتيجة dead load الانستانتينيس ده بيعدل اصم برسنتج of dead load الدلتا load الدلتا نتيجة life load instantaneous plus delta نتيجة dead load instantaneous ده بيساوي الفولدد and life load deflection ماشي يبقى دلتا انا نتيجة life load ودلتا نتيجة dead load ده عبارة عن الفولدد load and life load deflection